هو بطبيعة الحال التحرك الإماراتي تحرك مدروس ومخطط له ولم يتم بين يوم وليلة هناك تراكم في التحرك الإماراتي تجاه سوريا سبق وتزمن معه أيضا تحرك أردني تقدر الإشارة أن كان فيه تحرك أردني أيضا كبير في هذا الإطار لكن ربما يكون تحرك الإماراتي كان تحركا مدروسا ومخطط له بصورة كبيرة وتقود بالفعل بزيارة الرئيس بشار إلى أبو زبي بما يمثل نقلة نوعية بطبيعة الحال القضية يا أستاذ محمد ليست لها علاقة فقط بعودة سوريا إلى موقحها في الجامعة العربية لأنه من المبكر أن نقول هذا لأنه لا تزال أمور غير واضحة بنسبة العقد القمة العربية في إبريل المقبل وهناك ربما بعض المشاورات تؤجل اسمح لي بالمقاطعة دكتور طارق اسمح لي بالمقاطعة هذه نقطة أيضا مهمة حتى وقفنا عندها قبل بداية الحلقة ماذا نقول ماذا نكتب نكتب عودة سوريا أم نكتب محاولات عودة سوريا لماذا أنت تتخوف الآن لماذا تقول ما زلنا في وقت مبكر يعني لأنه بطبيعة الحال لكي تعود سوريا إلى شغل موقحها في الجامعة العربية لابد أن يصدر القرار من مؤسسة القمة العربية هناك مجهودات عربية مترقمة قادتها دولة الإمارات العربية ومصر والأردن لإعادة سوريا إلى موقحها الموقع لابد أن يعود بقرار من مؤسسة القمة العربية هذه أمور طبعا كما تعلم حضرتك إجرائية لكنها مهمة وفي ظل عدم وجود حتى الآن إرادة لعقد هذه القمة حتى بصورة افتراضية أعتقد أنه سيؤجل عودة الجانب السوري إلى الجامعة العربية القضية ليست في العودة للجامعة العربية لكن القضية في عودة سوريا لممارسة دورها في النظام الإقليمي العربي لأنه بطبيعة الحال إذا لم تعقد القمة العربية والأشقاء في دولة الجزائر بزلوا جهد كبير ومتراكم وجاء الرئيس عبد المجيد تابون إلى القاهرة وتحركت الجزائر بصورة كبيرة طوال الفترة الماضية بهدف أن تعقد القمة وبالتالي نحن الآن في حاجة بطبيعة الحال ليس للاتفاق أو الاختلاف على الموعد هذا أمر إجرائي لكن لابد من توفر الإرادة السياسية وصدور القرار من مؤسسة القمة العربية حتى لو اقتدى الأمر عقد القمة العربية في مقر جامعة الدول العربية وفق لما ترى القمة العربية وهذا موجود في نص المساق وبالتالي إذا لم تعقد في الجزائر يمكن أن تجرى في القاهرة في مقر الجامعة العربية الأمر الآخر هو طبيعة الدور أستأذنك أكمل الفكرة جزء من هذا حضرتك مرتبط بأنه سوريا الآن تعود تدريجيا إلى النظام الإقليمي العربي بدعم كبير من الأشقاء في دولة الإمارات ومن مصر ومن الأردن وأعتقد هذا أمر مهم حضرتك للغاية في هذا التوقيت لأنه كان هناك ولا يزال حالة فراغ بغياب سوريا سوريا دولة كبيرة وتمثل ركن ركين من أركان النظام الإقليمي العربي وأعتقد أن القضية لن تكون فقط على مستوى الجامعة العربية هناك أيضا تحركات من التحالف السلاسي المصري الأردني العراقي لكي تدخل سوريا أيضا إلى هذا التحالف السلاسي وأعتقد هذا الأمر مطروح بقوة منذ القمم الأخيرة التي عقدت فيها العواصم السلاسة وبالتالي أعتقد أن المناخ الآن جيد لإستئناف سوريا لدورها الطبيعي ربما كانت دولة الإمارات العربية صباقة في هذا الطرح باستضافة الرئيس بشار أعتقد أنه ستكون هناك زيارات أخرى لدول عربية أخرى في هذا التوقيت إستئناف العلاقات بيتم بطبيعة الحالة أنها كانت في خطوات مترقمة أعتقد أنها ستكون أيضا موجودة على مستوى بعض العواصم العربية الأخرى ترجمة نانسي قنقر